بداية نخر المؤسسة التعليمية ابتدأت من تشريع ضوابط محددة لإستعادل الشهادات على صيغة قانون تم تفصالها على فصال خاص ببعض السياسيين للأسف والمتنفذين بالنتيجة حصلوا على شهادات صورية عودلة هذه الشهادات وللأسف اليوم يعني البعض منهم يتصدى إلى مهام كبيرة في الجامعات كيف لك أن تتصور أي شخص يعني لم يجتهد في الحصول على شهادة ولم يقدم لحد الأدنى من متطلبات هذه الشهادة أن يقدم للجيل شيئا مهما يساعد على بناء جيل في العراق الضرب التعليم تدأ من قانون استعادل الشهادات انتهاءا إلى الاعتراف بجامعات صورية وشكلية والشهادات بلغت أكثر من 200 ألف شهادة جامعات شكلية دكاكين كما يعني يحلوا للبعض تسميتها هذا إذا ما أردنا أن نتخلص من هذا الموضوع هناك تركة ثقيلة كيف نتعامل مع المتين ألف شهادة رقم رقم مخيف رقم مخيف نسبة كبيرة من تعينات المجلس الخدمة الاتحادي في المرحلة الأعتقد الأولى هي تضمنت كثير بإحصائية لأسماء المعينيين تضمنت كثير من هذه المؤسسات اللي أكو بيهم تعيناه في مقر الوزارة شيء خطر جدا أيضاً أكو سعي محموم وهو يعني حتى ما يخوني التعبير مسألة التصنيفات مسألة التصنيفات هي تسعى لها باتجاهها الأنظمة التعليمية فاقدة الثقة التي تفقد الثقة بمستواها وجودة التعليم مدنة كثير من دول العالم لا تعترف بموضوع التصنيفات والدخول والخروج من هذا التصنيف ودفع الأموال للدخول في التصنيفات والنشر المزيف يعني رب سائل يسأل أنه شقد عدد البحوث المنشورة في مستوعبات دولية أنا قبل فترة يعني رسلت لي أحد الجهات التعليمية بحوث لطلبة من أجل تقييمها للترقية العلمية ثق بحثين لقيت منقولة من دولة عربية وأحد الأساتذة في العراق يقدم كي يترقى بها إلى مرتبة علمية أكثر شقد من هذا القبيل موجود بالتعليم نعم عدد كبير ليش؟ لأن المؤسسة التعليمية تجبر الأستاذ على النشر والنشر مدفوع الثمن والمكاتب انتعشت والجامعات تريد تريد لازم هذا معيار يحاسب عليه رقابة على هذه المكاتب ما موجودة؟ والله يفترض جهاز الأمن الوطني يراقب كثيراً لكن المخجل المخجل أن بعض هذه المكاتب تؤجر محال من مؤسسات التعليم العالي في منطقة باب المعظم المخجل جداً أنه هذه المحال مؤجرة من الجامعة الفلانية من الجامعة الكذا وعي موجودة يعني مثل الطبيب عنده مختبر وصيدلية لازم واحد بالضبط بالضبط نفس فهذا الموضوع إذا ما أردنا أن نحافظ على ما تبقى يجب أن نقف وبنكران ذات الموضوع لا يعني استهدافاً لسيناء أو صعد الاستهداف هو لمستقبل جيل اليوم الجيل إذا ما يعني بعدين عدم الاستقرار في نظم التعليم العالي هذا جاب للتعليم الويلات يعني ما معقولة إحنا كل أربع سنوات خطة عمل عندنا تختلف نابعة من التوجه من يقف على زمام الأمور في الوزارة نظام التعليم مرة مقررات مرة كذا مرة يا بخلي نفضها قلنا لهم استقلالية الجامعات هي الحل إذا إحنا متدخلين بالقبول بالكليات الأهلية ومتدخلين بالقبول بالحكومي خلي التنافس بين هذه المؤسسات وماكو شيء اسمه قبول الدولة ترعى القبول الموضوع أعتقد جاوزته كثير من نظم التعليم في العالم